السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتادت المؤلفة الإنجليزية كاس سينكر إنها تطلع بعربيتها في مدينة برايتون علشان تقضي بعض الوقت في المكتبة البريطانية في لندن ونتيجة لتكرار معانتها مع القيادة خلال الطريق السريع الواصل بين المدينتين قررت إنها تقلف كتاب عن أهوال التكدس المروري وخلال بحثها في أرشيف الصحف العالمية بدأت معانتها من الزحام تختفي بعد ما فوجئت ببعض حالات التكدس المروري اللي وصلت بضحاياها للمبيت في الشارع داخل السيارات ومع استمرارها في البحث والقراءة وصلت لقصة وقعية مسيرة بتحكي عن عدد من السفن اتعطلوا في الطريق 8 سنين كاملين واللي نقلتها في كتابها محبوسونا في حرب الأيام الستة أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن أسوأ تعطل مروري على مر التاريخ وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول قناة السويس لها تأثير كبير جدا على طرق التجارة العالمية فوجودها بيختصر ألاف الكيلومترات بين قارة أفريقيا وقارة أوروبا وهو الأمر اللي بيساعد على استقرار الأسعار وزيادة النشاط التجاري بين الدول وخلال تاريخ القناة الطويل اتعرضت حركة الملاحة للتوقف في 9 مناسبات أغلبها كان بيستمر لعدة ساعات أو عدة أيام بالكتير وبعدها ترجع الأمور لطبيعتها زي الإغلاق الأخير اللي حصل لمدة 6 أيام نتيجة جنوح سفينة الحويات العملاقة إيفر جيفن واللي تسببت في تعطيل حركة الملاحة ل367 سفينة من مختلف أنحاء العالم وفيه كمان الإغلاق اللي حصل أثناء الحرب العالمية التانية واللي بالرغم من أنه وصل لمدة تقارب من سنتين إلا أنه ما تسببش في تعطيل أي سفن تقريبا لأن حركة السفن التجارية كانت شبه معدومة مع بداية الحرب في سبتمبر 39 لكن في الحقيقة الإغلاق التامن بقى هو اللي كان إغلاق تاريخي بمعنى الكلمة وهو اللي أدى لتعطيل 15 سفينة من مختلف دول العالم في نصف القناة وهي السفن اللي اشتهرت فيما بعد باسم الأسطول الأصفر وهو الأسطول اللي تكلمت عنه كاث سينكر في كتبها والأسطول ده هو اللي قاده حظه العاثر أنه يتعطل في مكانه لمدة 8 سنوات نتيجة توقف الطريق بترجع بداية المشكلة اللي قدت لتوقف الملاحة دي ليوم 13 مايو 1967 وهو اليوم اللي وصلت فيه معلومات للقيادة المصرية من المخابرات السوفيتية بوجود حشود من 11 لواء للجيش الصهيوني على حدود سوريا وفي 5 يونيو عام 1967 اندلعت الحرب وخلال الوقت ده كانت حركة الملاحة في القناة اتأثرت بالفعل وده طبعا بسبب خفت كتير من الدول من اندلاع عمليات حربية مفاجئة لكن ده ما منعش بعض السفن التجارية من استخدام القناة وفي صباح يوم 5 يونيو بدأ سلاح الجو الصهيوني في عبور القناة على ارتفاعات منخفضة وفي نفس الوقت تصادف عبور 15 سفينة لقناة السويس ومع الارتباك اللي حصل في الساعات الأولى للحرب صدرت اوامر من القيادة المصرية لقادة السفن الخمستاشر بانهم يتجمعوا في اكبر مكان للقناة وهي منطقة البحيرات المرة واللي يعتبر الاجراء الامني المتبعة في حال التعرض اي سفينة لعطل او مشكلة في القناة وبيوصل عرض البحيرة المرة الكبرى ل11 كيلو متر وطلها حوالي 30 كيلو متر والعرض ده طبعا بيسهل اجراءات الصيانة والمتابعة والمرعبة والتقديرات في البداية كانت بتتوقع تعطيد السفن لمدة 10 ايام لكن اللي حصل بعدها ان الاحداث بدأت تاخد منحنة درامي القوات المصرية تراجعت للشاطئ الغربي للقناة وفي نفس الوقت اتدمرت الملاحة في القناة عن طريق اغراق الجسور ومعدات العبور بالاضافة للالغام اللي تم زرعتها علشان صد العدو الصهيوني من العبور للغرب وهو الامر اللي ادى لانعدام الامل قدام الاسطول الاصفر في اي حركة خارج منطقة البحيرات المرة وادى كمان لشروط السفينة SS Observer واللي ما قدرتش انها توصل لمنطقة التجمع في البحيرة المرة الكبرى واكتفت بالوصول لبحيرة التمساح واستعمل التقم بتاحها قوارب النجاح علشان يروحوا للبحيرة الكبيرة ويتجمعوا مع باقي الاسطول الاصفر تنفيذا للتعليمات وبالفعل اتجمعت ال14 سفينة في المنطقة وبدأوا يستنوا تعليمات جديدة بعدها وصلت القوات المصرية للسفن علشان يعملوا مرأبة على اجهزة اللاسلكي والراديو علشان يمنعوا تسريب اي معلومات في وقت بالغ الخطورة زيدة وبعد مره 6 ايام انتهت الحرب واعتقد طاقم السفينة ان الصليب الاحمر في طريقه لحل المشكلة لكن كانت المفاجأة ان المفاوضات استمرت ل3 شهور كاملين في الفترة دي بقى السفن عملت مجتمع صغير بدأت طاقم السفن تعمل زيارات متبادلة عن طريق الاوارب الصغيرة وانقسم الاسطول لمجموعتين او معسكرين الكتلة اللي بتمثل المعسكر الغربي هي الطاقمين اللي كانوا موجودين على السفينة الامريكية بالاضافة لاربع سفن بريطانية وسفنتين من المانيا الغربية وبيقابلهم من ناحية التانية كتلة المعسكر الشرقي واللي بتتكون من سفن بولغاريا وبولندا وتشيكو سلوفاكيا بالاضافة لباقي السفن واللي كان بيغلب عليهم الحياد زي السفن السويدية والنرويجية وبدأ عالم الاسطول الاصفر الصغير ده يقول علاقات بينه بين بعضه وتحصل بينهم روابط وتبادل سلع وتبادل منافع والسفن اصلا كان عليها مختلف انواع البضائع التجارية واللي تتنوع من اطعمة وملابس ومواد خام وبدأت تحصل بقى حركة من التبادل التجاري بين السفن دي عن طريق الاوارب الصغيرة واستمر الوضع على الحال ده حوالي 3 شهور لحد ما وصلت لجنة الصليب الاحمر الاتفاق تخرج به الاطقم المعزولة دي وترجعهم لارض الوطن لكن الحقيقة شركات التأمين وشركات الشحن كان عندهم رأي تاني وتقدموا باقتراح ان يفضل الحد الادنى من البحارة على ظهر السفن دي علشان يحموا السفن وكمان يعملوا لها عمليات الصيانة لغاية ما يظهر حل يساعد في الافراج عن السفن المحتجزة وبالفعل تم اختيار مجموعة تنزل اجازة ومجموعة تستنى على السفن علشان تباشر الاعمال لكن مع طول الوقت واستمرار الازمة قرر قادة السفن الاربعتاشر انهم يجتمعوا ويبحثوا وسائل زيادة التعاون وخلال الاجتماع ده قرر القادة انهم يعملوا تطبيع تام واسسوا جمعية سموها جمعية البحيرات المرة الكبرى وقامت الجمعية دي باتخاذ بعض القرارات اللي حولت الاربعتاشر سفينة لمجتمع متكامل ومستقل فمثلا اختاروا اكبر سفينة وهي السفينة البريطانية ام اس بورت انفر كارجل وحولوها لملعب لكرة القدم وخدوا قرارات ممثلة وحولوا السفن الفرنسية والسويدية لمجموعة من الحدايق والمنتزهات ومراكز الترفيه واما السفينة البلغارية فاسل لافسكي فكانت عبارة عن مجمع مسارح ودور سينما ونوادي ليلية واسسوا كمان كنيسة لأداء الصلوات على متن السفينة الالمانية نورد ويند وفضل الحل على كده واسسوا كل حاجة ممكن يحتاجها مجتمع متكامل والاجراءات والتنزمات دي كان لها اثر كبير جدا في تحويل الازمة اللي هم فيها لمغامرة فريدة من نوعها على ضفاف القناة لدرجة ان البعض اختار انه يقيم على السفينة بشكل متواصل وما يرجعش بلده بل ان البعض احضروا عائلاتهم علشان تعيش معاهم وتشاركهم في المغامرة لدرجة ان عددهم واللي كان في الشهور الاولى 250 فرد بس وصل لتلات تلاف انسان مع مرور الوقت والطريف بقى انه في ستمبر عام 1968 وهو الشهر السابق على بداية الالعاب الاولمبية بالمكسيك اتقدم واحد من اعضاء الجمعية وهو الضابط البولندي جورج وارتون واللي كان اصلا عدد قديم باقتراح لاقامة دورة اولمبية مصغرة بين الدول الاعضاء في الجمعية وبالفعل اقاموا مدينة اولمبية مصغرة على سطح السفن فخططوا مدمار للجري على السفينة البولندية جاكارتا واقيمت مسابقة سباحة على السفينة البولندية بولسلو وتم توزيع 14 رياضة على مختلف المساحات المتبقية في السفن وتنوعت بقية المسابقات بقى ما بين رياضات قفز ورماية وكرة ماء وغوص وتنس طولة ورفع اسقال وغيرهم وشارك في المسابقة حوالي 200 بحار واللي اطلقوا عليها بعد كده اسم اولمبياد البحيرة المرة والمسير في الامر بقى ان الجمعية نجحت في الترويج للأولمبياد الخاصة بيها لدرجة ان وكالات اخبارية كبيرة زي بي بي سي وديلي اكس بريس بعتت مرسلين ومصورين علشان يغطوا احداث البطولة وقامت الجمعية بتصميم ميداليات وكقوس للأبطال والفائزين والحقيقة امرت السنوات الاولى بصورة المغامرة الشيقة وتفننت الجمعية في الابتكارات لدرجة انها حتى اصدرت طوابع بريد خاصة بيها وكانت في البداية بتبعت الجوابات مع اعضاء الاطم اللي نزلين اجازات ومع الوقت سمحت السلطات المصرية لاعضاء الاسطول انهم يستخدموا الطابع البريدي الخاص بيهم لكن للأسف مع عدم موجود اي امل في انتهاء الازمة بعد تجدد الاشتباكات خصوصا خلال الحرب الاستنزاف بدأت الانشطة ما تبقاش كافية لاقامة مجتمع مستقر والشركات الماليكة للسفن كمان بدأت تدرك ان استمرار الحفاظ على السفن في الظروف دي يعتبر اكتر تكلفة من انهم يكهنوها ويبعوها خردة وكانت النتيجة الطبيعية انهم اهملوا السفن واعادوا البحارة لبلادهم ومع الوقت وبسبب وقوع السفن في منطقة محصورة بين الصحاري اتعرضت السفن لكتير من العواصف الرملية واللي قدت لتراكم الرمال على سلحها علشان تتسمى مجموعة السفن فيما بعد باسم الاسطول الاصفر ومع الظروف الجديدة دي اعتبرت بريطانيا السفن بتاعتها بلا فائدة خصوصا بعد تعرض اجزاءها للصدق والسفنة الامريكية اصيبت خلال حرب اكتوبر بصاروخ صهيوني وغرقت وبقى السفن بقى حارثها تنوعت ما بين البيع لشركات حديد وخردة او اتفاقات مع شركات جرّة علشان ترجعها لارض الوطن بعد انفراج الازمة الا السفنتين الالمانيتين مونسترلاند ونورد ويند واللي كان لسه عندهم القدرة على الابحار في 5 يونيو 1975 وهو اليوم اللي قعدت فيه مصر افتتاح القناة ورجعت السفنتين الالمانيتين لميناء هامبورج واستقبلتهم الجماهير اللي عبرت عن فخرها بقوة الماكينات الالمانية اللي قدرت تتحدى 8 سنوات من التعطيل المروري وبكده نباتكلمنا النهاردة عن اسوأ تعطل مروري على مر التاريخ تحبوا نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك و الشير والناس الاول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعالوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول واشوفكم الحلقة الجاية لسه هنا؟ عايش؟ عرفتوا ان عملت قناة بطلع فيها بوشي دلوقتي؟ قناة الشخصية اللي اسمها عمر عبدين بنشر عليها فيديوهات متنوعة زي عشوائيات كده بس عن حاجات مش محتاجة تتحطف عشوائيات لان محتوها صغير اشتركوا فيها وفعلوا الجرس من الرابط الموجود في صندوق الوصف تحت الفيديو سلام